حياة كريمة كان لها أيضاً عشان بعض الناس اللي قالوا حياة كريمة توقفت لا حياة كريمة لم تتوقف ولن تتوقف حياة كريمة مش هتوقف حياة كريمة تقرير أشار أنه تم تخصيص 150 مليار والتقرير قدامك هو استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من بدرة حياة كريمة لإتمام نهوها خلال عام الخطة اللي هو يخلص في تلاتين ستة اللي جاي تلاتين ستة أربعة وعشرين هتخلص المرحلة الأولى بالكامل المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة التانية من المبادرة اللي هتغطي حوالي 1685 قرية المرحلة الأولى تخصيص 150 مليار جنيه في موازنة 23-24 لإتمام تنفيذ المشروعات المرحلة الأولى بالكامل يبقى دي رقم قدامك هو موجود مخصص 150 مليار عشان ما حد يشتحك عليك وقفوا حياة كريمة لا دي مبادرة الرئيس ومش هتتوقف طيب المبادرة التانية تم تخصيص مبلغ أولي كام مبادرة المرحلة التانية هتغطي 52 مركز 1600 قرية 21 مليون استثمارات للمرحلة التانية آسف 21 مليون هيستفيدوا من المرحلة التانية طب حجم الاستثمارات كام؟ المبلغ المبدئي اعتماد مبدئي 30 مليار كاعتمادات أولية طب المرحلة التانية دي هتغطي كام؟ بقول لحضراتكو هتغطي زي ما حضراتك شوية فين كده 52 مركز يضم 1600 قرية سكان 21 مليون بنتكلم على أرقام هائلة هائلة مرحلة التانية يبقى إذن حياة كريمة موجودة ومستمرة رغم الظروف الاقتصادية والأزمات اللي احنا فيها ولكن لن تتوقف مبادرة حياة كريمة مرحلة الأولى هتخلص 30-6-24 بحجم مبالغ 150 مليار جنيه مرحلة الأولى مرحلة التانية دي هوق قدامك 21 مليون هستفيدوا منها باستثمارات أو رصد مستهدف مبلغ أولي أو اعتمادات أولية 30 مليار مش هيكفي هتدفع تاني وتالت لحد ما تخلص مرحلة تانية ثم بعد كده هتتكلم عن المرحلة التالتة اللي هستفيد من الثلاث مراحل 58-60 مليون 60 مليون مواطن هستفيدوا من الثلاث مراحل لمبادرة حياة كريمة خلنا نروح سريعا لأخبارنا عشان هيكون عندنا يعني زي ما بقول لها هاكم فقرتين مهمين هنقدر نتكلم عنهم بعد شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة